اليومين دول فيه تريند حلو قوي ظاهر على سوشيال ميديا وهو انشاء تصممات كارتونية لكابلز باستخدام الذكية الاصطناعية بصراحة الموضوع ده انطلب مني وفيه ناس كتير شفتها بتسأل ازاي تعمله فعنا النهاردة هنتعلم مع بعض زي ان احنا نكتب برومبت مناسب عشان نقدر نعمل من خلاله التصممات دي قبل ما نبدأ ما تنساش تكفي القناة وتفعل زر الجرس ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم احمود خضر حلقة جديدة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي احنا نعمل برومبت بسيط نقدر من خلاله احنا نعمل تصممات سري دي كارتون لكابلز باستخدام الذكية الاصطناعية الياردة ان شاء الله نستخدم مع بعض موقع بينج وطبعا الموقع ده شرح نقبل كده وهنخش في الموضوع على طول وهنتعلم مع بعض او هنكتب مع بعض المناسبة اللي نقدر منعمل من خلالها تصممات احترافية انا عندي هنا تسعة وستين كوينز اتمنى ان هم يكفوا معي لان طبعا الفترة دي بصراحة الموقع ده بيعمل تصممات رهيبة ففي ضغط على كتير فزي ما قلنا احنا طبعا بينج بيستخدم خاصية او بيستخدم اداة دال يسري دي تابعة لشركة اوبن اي 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 اللي هي بتعمل شركة جبتي والحياة دي كلها هنا احنا بنحط البرومبت بتاعنا هنجي هنا هنكتب اول برومبت معنا النهاردة وهو بكل بساطة هنكتب سري دي هايد تيلد فوتو اف بوي اند مسلم جير انا هنا هدفت كلمة مسلم لان انا حابب البنت تكون محجبة لان هو يعني في ناس كتير بتطلب انها تكون محجبة فكلمة مسلم لو انت حابب البنت محجبة هتكتب مسلم مش حابب انها محجبة هيبقى هتشيل كلمة مسلم كذلك الامر احنا هنا مثلا كاتبين يعني لبسين هدوم فهو طبيعي تلقائيا هيلبسهم هدوم مناسبة البنت تلبس محجب والولد يلبس اي لبس عادي انت بقى حابب تضيف تفاصيل اكتر فانت تقدر تضيفها عادي جدا يعني مثلا انا لو حابب اخلي الولد لابس لبس تاني خلاص يبقى انها مثلا هكتب ابوي ويرنج هودي مثلا جاكت اي شيء هنا مثلا نضيفنا حاجة لزيزة هنا بلاك بي امي دابلو 2021 يعني عربية بي امي دابلو 2021 ان سنوي دي انا بيوتفل سيتي يعني وقفين كده جنب عربية بي امي دابلو وجو كده شتا ولبسين لبس كويس والبنت محجبة بس بكل بساطة باجي هنا بضغط على كريات دي كانت اول نتيجة معنا تعال هنا بقى هنفتح كده مثلا الصورة دي عن عن هنا الصورة عبارة عن اتنين كابل زي مثلا الولد والبنت البنت لابسة شيء كوة محجبة وزي ما احنا شايفين هنا نفس المواصفات اللي احنا طلبناها بي امي دابلو 2021 ويتجاوي زي ما احنا هنا شايفين حلو اوي برضو كزيك الامر هنا في اكتر من صورة هنا برضو ده لزيز اوي جامل اوي وده برضو ممكن يعجب ناس كتير فالناس بتغرق الحاجات ديات اليومين دول في ناس عالفكرة بتستخدم الحاجات ديات مسلا الناس اللي هي بتعمل شغل زي مسلا للناس اللي بمخطوبة جديد الناس اللي عندها افراح الناس اللي بتعمل لبعض هدايا مناسبات حاجات زي كده تعال بقى معايا برومب التاني هنا هنا مسلا بيقولك سري دي هايد تيل دي اوفا بوي ويرنج باك سايد هنا مسلا حاطت اسم معنا احنا ممكن نغير الاسم مسلا ممكن نحط اسم تاني يعني انا ممكن مسلا اجي هنا اكتب بلاك بي ام دابلو هنكتب هنا جزة او غزة يعني بلاك بي ام دابلو الفين واربعة ورشرين انه سنوي دي برضو هنا ممكن بدلا من نخليه سنوي نخليه ساني وهنا حابين البي ام دابلو ماشي مش حابين خلاص طيب انت مسلا حابب بيكون فيه معايا بنت نقدر نضيف وعادي جدا بس هنجرب دي كده لوحدها دي كانت النتيجة هنا عمل هنا الولاد بالشكل اللذيذ ده وعلى ظهر زي ما احنا شايفين مكتوب هنا الكلام بالشكل ده طيب حابين نضيف مسلا بنت معاه فاحنا هنا طبعا نقدر ان احنا برضو كمان خلي باك نتحكم في السن لو انت حابب السن يكون اكبر يعني مثلا ممكن اجي هنا بوي واكتب مثلا خمسة وعشرين يعني عنده خمسة وعشرين سنة وهنا مثلا الجاكت وهاجي هنا مثلا غزة هضيف هنا الكلام ده اللي هو اند جيرل بس طبعا احنا لو حابينها مسلم فهنكتب هنا مسلم بالشكل ده انا بكتب مسلم علشان اه تطلع محجبة تمام انت مش حابب انها تكون محجبة بعد انت ممكن ما تكتبش مسلم بس هي مسلم يعني فيها صفات ان هي تكون محجاب او لبس في حجاب يعني وزي ما قلنا هنا طبعا لو حابين هنا مسلا نشيل العربية خالص بالشكل ده هنشيل العربية مسلا هنا هننشيل ده خالص البرومبس دي هسيبها لك في وصف الفيديو بحيس تقدر تستخدمها بكل بساطة وبعد كده بضغط على كده دي كانت النتيجة هنا مسلا الصورة دي حلوة اوي لو ضغطنا عليها كده بالشكل ده هطلعز هنا الولد هو اقف مع بنت بشكل جميل اوي الصورة دي ممكن تعجب ناس كتير على فكرة ونفس الطريقة دي معانا برومبت التانية هنقربه كده سوا تعاكدها نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي النتيجة هنا بالشكل الجميل ده حلو اوي برضو دي ممكن تعجب الناس جميل اوي طبعا تقدر تقدر تعدل فيها باستخدام نفس البرومبت وتقدر تشكل فيها براحتك لكن صراحة نتائج مزهلة وطبعا انت لو حاجب تحملها فانت مسلا بتضغط على الصورة بالشكل ده وبتيجي هنا بتعمل دونلود بحيس ان انت تقدر تحملها عندك على الجهاز عادي جدا وبعد كده بتفتحها تستخدمها عادي سواء على فكرة تستخدمها هتعمل الطريقة دي من الموبايل او اللابتوب اللي الطريقة بتبقى شغالة عادي جدا اخر برومبت معانا نهاردة هو يعني واحد ولد لابس هودي اسفر في سود ان ستريت ان هز مسلم غير الفرين ويرنج هودي ان حجاب لايتس انزا بجروني نفس التفاصيل ولكن باختلاف اللبس يعني ونضغط كريت هنا النتيجة طالت بالشكل ده في صورة هتحس ناحية ايه يعني الصورة زي دي تحس ناحية ايه قوي وهنا مسلا دي كارتون انيميشن عادي دي برضو تحساها ايه ديت داخل على سري دي هاجي حد يقولي الله طب هي ليه مشكلين كده عشان احنا ما حددناش احنا عايزين ها هنا مسلا سري دي ولا ايه فلو انا جيت هنا في الاول كتابة هنا سري دي كارتون فاني خلاص كده قلت له انا عايز ان هي تكون بصيغة او خاصية سري دي كارتون وببقى ضغط كريت تاني كانت النتيجة هنا بقى زي ما انت شايف كلها سري دي عجبك بقى اي حاجة فيهم تقدر انت تتحمل بصراحة تصميمات رائعة جدا وجميلة جدا تم استخدامها باستخدام او تم انشاء انت باستخدام موقع او بخاصية او اداة دال اي سري دا رائع جدا بيقدم هنا الموقع بطريقة مجانية بس طبعا بيديك هنا عدد محدد تقدر تستخدمه فدي كانت حالة النهاردة دينا ان احنا نشروح مع بعض ازاي ان احنا نعمل تصميمات وطبعا عملناها بطريقة شيك والبنت محجبة تقدر دلوقتي ان انت تستخدم دي ان انت تعمل تصميمات خاص بك باستخدام موقع لازم ان انت تكون عندك حساب في لازم يكون عندك حساب في موقع ميكروشوف تقدر انت تنشوب باي ايميل عندك حتى لو ايميل جيميل وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى تكونوا استفادتموا الحلقة لو عجباتك الحلقة ما تنساش شك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يظهر لك كل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر